أنا يعني تكملة لكلامكو اللعب كرة حرمان لعب كرة بالذات ومش فنان ولا لأ انت هتحرم نفسك هتلاقي هتحرم نفسك من متعة الشهرة هتلاقي يمكن كريم لعب في الزمالي وانا لعبت في الاهلي احنا لعبنا بس انت هتلاقي انا كنت في الاهلي لما اعدت في كفية يقولي انت انا تعدش اعدت في كفية مش روحت بقى صهرة ولا روحت افتتاح ولا انت ما تعدش في كفية انت شخصية اللعب في الاهلي مختلفة انت مش زاك زي اي حب انت نازلت تشرب قهوة في كفية ممنوع عادي انت اعدت انا حسن ده يا جماعة عادي دماغي عايز قهوة دماغي عايز قهوة انا كان معنا كابت الحسن بدري عشان كده لازم شخصية مدير الكورة تبقى شخصية قوية شخصية قوية لان انت بتعامل مع 25 نج ودي اللي عايز اتكلم فيها على مستر كولر على مستر كولر طلباته الفترة الاخيرة ان هو مش عايز مدير كورة القرار ده قدي بقى كرار مجلس الادارة صح بقى كرار مجلس الادارة لان هو الواضح هو مش زي مستر مانويل جزي مستر مانويل كان عنده الملكة ان هو يبقى شخصية ادارية قوية مع انه هو فراجل فني لكن كان موجود كابتن حسن بدري كمدير للكورة وكمدرب عام كان مستر مانويل ليه سيطرة يعني ليه سيطرة ان اللعبة بتعمله حساب واللعبة بتساعده بصراحة جلدة مختلفة برضو يا بقى امين يعني من جوة من جوة الفرقة يعني كولر شخصية قوي جدا بس لازم بقى فيه مدير كورة يعني انت بتكلم عن مانويل جزي ومانويل جزي برضو بالشخصية قوية دي كام معه مدير كورة انا مش قصدي فيه فرق كريم انا شخصية قوية على اللعبة فنيا مش قدرين لان انت قدرين انت بنسبة كبيرة وانا اقول لي مستر كورة دلوقتي انت جربت جربت وانت معاك مدير كورة زي كابتن سيد عبدالحفيز وبعد كده تكملت لكابتن خليب بيمو وجربت وانت لوحدك ما قدرتش تسيطر على بعض اللعيبة في قرارات اللي هي برا الملعب دي بتاعت مدير كورة دي اللي كنا منتكلم لان انت هترتاح انت كمدير فني انت لما هتتفرغ للحتة الفنية فقط هتحقق انجاز كبير جدا فهتلاقي مدير الكورة ده لازم بيلم من وراك لازم بيلم من وراك لازم اللعيبة بتكون تعمل له حساب مش هتخش في صدام لان برضو في حتة في مستر كورة انه هو صدامي صدامي مع لعيبة مؤسرة فدي برضو ممكن قد تكون تأثر على بعض اللعيبة فمهم جدا دور مدير الكورة تكملة اللي كان مكريم على كابتن محمد رمضان من افضل الشخصيات ومن افضل الكوادر اللي تديري الحتة دي تديري الحتة دي لانه هو ابن الاهلي في المقام الاول زائد انه هو شخصية دوري